فالف جيسيس فالف جيسيس فالبولر ليجون دبلي ما انا اتكلم حول الفالف جيسيس هتكلم كلام بريف حول شنو الفالف عن اطلال الفالف عن الفيسيولوجي لدينا 4 فالف لدينا اربعة صمامات مقسمات في قروبين القروب الاول يسمونه A-V-Valve A-V-Valve اختصار لـ A3U Ventricular Valve والذي هم مدين الميترل او اسمه الثاني البيكاسبيت وهو الترايكاسبيت ده ال A-V-Valve عندنا نتائي نواح ثاني من الValve اللي هو بسموه سيمي لونر V-Valve سيمي لونر V-Valve سيمي لونر V-Valve سيمي لونر شبيهات بالغمر يعني هم أورتيك و بالمونري موناري تصمامات الأربعة تقومونها في الهارت يلا نشوف وين عناتهم يبتعون أول حاجة القاعد في دمع الرايس و هذا الرايس القاعدات في الرايس هم أول حاجة البرموناري والترايكاسبيت هنا هذا الترايكاسبيت وده البرموناري الغادات في اللفت صايد هم المايترا والأوردة بالراج صايد اثنين وباللفت صايد اثنين الكلام ده مهم اي حاجة بنقول هنا تعريب بها حاجة في المتسي طيب الصمامين حاجة الاب فارف طبعا اي صمام طبيعة فتحته مبتعم الصوت اي صمام فتحته مبتعم الصوت لو فتحته عمل الصوت معناها فيه استينوليس فوضيك زي الباب ستكون شنو معصدي ستفتح وعمل الصوت لكن اي صمام فتحته مبتعمل الصوت الصمامين الاب فالف بعد ما يكفلوا طبيعة بيطلع صوت اسمه اس وان ساوند او فارست هار ساوند او بيسموه لاب ساوند فارست هار ساوند اس وان ساوند او لاب ساوند اس وان ساوند دپسو ساتين في أي ضور في طبيعي نرى آدي ساون سري كما سترى فيسيولوجيكال ميبي باثولوجيكال فيسيولوجيكال وين؟ إن إنفانت وفي بريغنانت لدي وين؟ الرياضين الأسليت شاعي ميبي لكن شاعي في دين أصفر دم يبينكم باثولوجيكال في عين في الهارت شهيرة فيها الهارت تعليق سيولوجيكال إصفر ممكن تكون دائما في هذا mini باثولوجيكال تكون معاسة الهيبرتنشن تكون معاسة الورتكستينوزيس تكون معاس الهكم أيها وقته والتركamamي بقناة ما ي음�ée تكون مع soundtrack أبعد ونافي الشرب يوجد طيب تمام هذه حيات الطبيعية ممكن تكون S1 or S2 or S3 لكن تكون دائما شنو باصولي طيب ال S1 الفريس هارثاون ممكن تضغير ممكن تضغير تبقى صوتة يعني دقة تبقى شنو خفيفة أو دقة تبقى عالية شديد على حسب نحن عندنا ممكن تكون مفلد في حالة شنو في حالتين مفلد مفطلح مفلد معناها صوتة بعيد المفلد أشهر مفلد في حالة A-B-Rigel وفي حالة البرادي كاردي DS1 S1 ساون يتكون مفلد إذا كان الدول عنده A-B-Rigel يعني بمعنى شنو بمعنى عنده لو Mitral-Rigel ستعمل شنو مفلد S1 Tricusbid-Rigel ستعمل شنو مفلد S1 ثم ستعمل شنو Tricusbid ستعمل شنو أقول لك في الرigel يحسن شنو يقول لك في مفلد S1 مفلد S1 طيب بالنسبة لصوته يبقى عالي يسمى Accentuated Accentuated وال Accentuated S1 التكي كاردي Accentuated معنى صوت عالي الدق عالي Accentuated ذهي اللوت 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 معنى عالي أو يسمو Accentuated يعني اللوت أو Accentuated معنى صوت عالي بمعنى الميتر التي يعمل Accentuated S1 اللي هو اللوت S1 صوت عالي تريقظ S2 يعمل Accentuated S1 اللوت S1 صوت عالي عرفتوا فيها مشكلة S1 طيب نشوف S2 S2 برضو مفلد 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 Accentuated لكن S2 معنى مع السميلونر معند علاقة من بال A B بتكون مفلد في حالة في حالة الاستينوز S2 مفلد في حالة شنو السميلونر استينوز بمعنى أورتك استينوز بيعمل شنو مفلد S2 بينمون الاستينوز بيعمل مفلد S2 تمام طيب الأكسنتويتد بيكون متين Accentuated S2 بتكون في حالة الhypertension الhypertension ما هي سيستميك مفلد مبارح الذي يكون سيستميك هايبرتنشا ويكون بيكون في سيستميك 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 بالمونري السيستميك هايبرتنشا معنى عند علاقة الأورطة أما بالمونري عند علاقة بالمونري جنوب بالمونري هايبرتنشا عند علاقة بالمونري شنوب في مشكلة إذن دشنو ديل S1 والS2 طيب في حاجات مفروض نعرفها خفيفة يعني ممكن تجي تفهمك ديل صمامين صح الاب صمامين والسميلون صمامين ممكن تكون في فرقة خفيفة يعني بين غفلة الميتر مع غفلة تريكاسبي تكون في فرقة خفيفة يسموها سبيلت السبيلت 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 ده الفصلة يعني الفصلة مع أي دقة S1 فيها 2 component فيها متر component تريكاسبي component الس2 فيها 2 component أورطي component بين من ريكاسبي يلا الفصلة الخفيفة ممكن تكون S1 بتتفصل 200 قالوا في حالة البندل branch block بندل branch block دي السلاة سبيلتين في حالة البندل branch block اللي هو left and right bundle branch block لو حصل bundle branch block left وال right سبيلتين سبيلتين وده في الاريزميز يكون في الحالات الاريزمية طيب الاس two splitting may be physiological في السيوليجيك العادي بيكون في splitting متين لكن during inspiration لو عندك سماعة أصلية اصلية من امريكا و تسمع عيان شاء النفس تسمع دقة خاصة لو كان صغير تسمع فصلة بين ما لا تسمع لب ضب لب دقتين فصلتين في اورطة common و bermulary common لأن الفيسيوليجي الورطة يكفل قبل المل يكسر من السن فصلتين إذا شاء inspiration لأن inspiration تنزل الديافرام الديافرام يجب الديافرام يرجع للقلف ويحصل الفصل الفصل التي تصهر لك during inspiration physiological S1 S2 splitting يمكن تكون physiological إذا maybe physiological صح فعيزوا نوش كل خمف ميبي وايد fix it تكون واضحة لب درب واضحة ولا سماعة صوية ولا حياة فعيزوا البتسمع لكن دمن البتسمع فيه كده على شرط العيان يكون عنده ASD عرفوا ASD Atrial Septal Defect بتسمع في wide fix splitting wide fix splitting الwide fix splitting ما تسمع إلا في ASD مما تسمع wide fix splitting ده ASD until prove another wise يكون نام في بديات اكتر مش نو كبه ما تكون ASD بالمناسبة ASD عند ASD عادي حد ما يدعب بعد فتر من الزمن يعرف في مش لك طيب في حاجة ثانية لقد نعرف برضو الميرمر الميرمر هو abnormal sound abnormal sound الميرمر سيستولي ميرمر maybe diastolic ميرمر systolic maybe diastolic ميرمر أنا فضل أخلي في النهاية يعمل له اللو summary لكي تكون تفهمين أنا قلت ش لأن سأقرركم يعني شو ما يتر الاستينوذ بيجيب يتنام ميرمر السي تضايب يفهمك السيميلونر و A V الاستينوذيس دي ما فيها استينوذيس و فيها الريقيل و دي فيها استينوذيس وفيها ريقيل الميرمر بتاع ياتو من ديل بيكون systolic ميرمر systolic ميرمر ياتو إذا كان A V إذا كان A V ريقيل أنا أكتب لكم بهنا A V الاستينوذيس السي سي 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 ميرمر مع دايما ال A V ريقيل سي السي ميرمر استينوذيس سي سي ميرمر بما أنه الميترل ريقيل سي 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 السي ميرمر السي سي سي السي ميرمر و سي سي ميرمر سي 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 ميرمر سي 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 ريقيل بس فإنه يأتي المرمر و يتلفز فإنه يجب ذراء و يجب ذلك لكنه يتفكر فهم فهم هناك مشكلة في المرمرات سنعرف التعليم حياة سوف نمسك أشهر صمامين من ضربه أشهر صمامين من ضربه وهو الميترة و الأورتيك مع أنها مسكنا من أي جزء من الصمامات يعني أنا و التلاكة الأورتيك استي نويز بيعمل سيستونيك ميرمار مع أنها محزة نمي شنو من البلمونر استي نويز بيعمل و نفس الميرمار سيختلف الباصولة و يجب أن نسي شنو سوف نتضي طيب نشوف بعد ذا أول واحد الميترة 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 بالميترة الميترة أشهر ثلاثة أشهر ثلاثة عندنا اللي هم أول واحد Mitral stenosis و Mitral reger و Mitral valve brulaps أشهر منه البرulaps Mitral valve brulaps بيكون تغريبا في حوالي ثلاثة في المية Asymptomatic يعني تغريبا كده ثلاثة في المية يعني في العالم الفيميل بيكون عنده شنو البرولaps والبرولaps asymptomatic ما بيعمل حاجة احتمال بيت لحد ما تموزها ما تعرف عنده شنو البرولaps ما تعرف عنده شهر ثلاثة في المية يمكن أن يكون معه Infectifendocarditis تمام ثلاثة غير البرولaps سنتحدث عنه بتفصيل بعض شوية عندنا متر منه Stenoides و ثاني Reger نمسك الستينوides نتحدث عنه بتفصيل الستينوides نتحدث عنه بتفصيل طيب الميترال الميترال مع الارتخ اما المشكلة بتاعة سنتحدث عنه فخلف الشروبه انها متر ما ترشنو استينوides ما بيكون شنو كونجينتال بيكون كونجينتال بيكون كونجينتال بميترال استينوides كونجينتال 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 يحدث عنها بيكون كونجينتال كونجينتال صح طيب اصلا طبيعة الميترال فتحته حوالي 4 ل 6 سنتيمتر فتحته الطبيعيه لو بيكون اقل من 2 هذا وده العيان بيكون 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 ميترال 2 سنتيمتر ارفتو الطبيعي من 4 إلى 6 هذا فتحته الطبيعيه السمتوم بيكون عادة بتاع الشنو بتاع الدين من هايبر هايبرتنشن ماعنا حيجي بيشنو ديزنية ورصابنية بروكززمان نوكترنال ديزنية تاني بيشنو هايموكتسيس و اسفوتم وكف دي كلن شنو بيجي بيه والبنموني هايبرتنشن بيجو بيشنو تاني هايبرتنشن بيجو بي accentuated S2 صعود اشتغلتك هستغلتك هايبرتنشن 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 هايبوكسيا هايبرتنشن هايبوكسيا ودنشن هايبوكسيا هايبرتنشن هايبرتنشترنش الاصرح تقول accentyw ciudad مصطرح العلمي لاو الداسة هلالالعرب لكن في المرأة مكتوبة Accentuated طيب تماما عندنا ثاني من دون الحياة الممكن يجوبيها اللي هو يجوبي برجر سيمطوم أصلا هو عانو إذا كان الميتر الوارف إذا كانت كده ده ما الأورطة الميتر هنا وده الأورطة الميتر الله لو حصل فيه ضيق معناها الدم اللي يأتي من فوق اللي هنا سيبقى أن الاتريام الاتريام بيشتغل بصورة وصوة لأنه ضخي الدم في مكان ضيق أتخيل بكل فتر من الزمن بضخ شديد جوي معناها حصل لشنو هايبترو فيه هيتضخم وراه في نيرف اسمه ريكرانت لارنجين نيرف وراه في نيرف وده بيغذل فوق الكورت ده التأوال شنو بيضغط عليه بيعمل سايندروم بيسموه أورتنر سايندروم بيضغط على ريكرانت لارنجين نيرف بيجيك هورتنر سايندروم أو أورتنر سايندروم بيسموه 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 ريكرانت لارنجين نيرف ريكرانت لارنجين نيرف طيب تمام تاني ممكن العيان يضخم الليفتي آتريام لقدر أن يضغط على العضل وراه منه يصفيكس بيضغط على يصفيكس يعمل لك ديسفيجة العيان يجيك برده بيسموه ب ديسفيجة ممكن برده يضغط على التراكية الجنبو يضغط على البرونكاي الجنبو ويجيك بيسمو برونكيال أوبستركشن برونكيال أوبستركشن يخش في ويز بيكون اكس بيريتاري ويز تمام ممكن تاني بعد ذا يجيبه سمتم مصائم مختلفة يجيبه فتيق يجيبه بالم